ليست منظمة دولية بل هي منتدى غير رسمي نتحدث هنا عن مجموعة السبع التي تضم الدول الصناعية الرائدة في العالم وهي الولايات المتحدة الأمريكية المملكة المتحدة فرنسا إلى جانب ألمانيا إيطاليا كندا واليابان أسس هذه المجموعة أو أسس هذه المجموعة وضعت بداية من عام 1973 1973 بينما كانت القمة الأولى وإن كانت غير رسمية عام 1975 حينها كانت ست دول فقط إلى أن انضمت كندا في عام 1976 في التسعينيات أصبحت مجموعة السبع مجموعة الثماني أو المجموعة السياسية الثمانية عندما انضمت روسيا رسميا عام 1998 لكن عضويتها علقت عام 2014 بعد ضمها لشبه جزيرة القرم الأوكرانية أما الاتحاد الأوروبي فيعد في بعض الأحيان وبحكم الواقع العضو الثامن في مجموعة السبع فهو يتمتع بجميع حقوق ومسؤوليات الأعضاء باستثناء رئاسة الاجتماعات أو استضافتها وأما بالنسبة لقدرات دول المجموعة فإن سكانها يمثلون نحو 10% فقط من سكان العالم لكنهم ينتجون نحو 45% من الدخل القوم الإجمالي في العالم هذه القدرة تمنحها مساحة لاتخاذ قرارات ومواقف ومبادرات مشتركة لها وزن سياسي كبير في مختلف المجالات على رغم أن قراراتها ليست ملزمة قانونا وبالنسبة لأهداف المجموعة أرد رؤساء وحكام الدول في البداية مناقشة القضايا المالية والنقدية إلا أن الملفات العالمية باتت مدرجة في جدول الأعمال وزاد التركيز على الاقتصاد العالمي والسياسة الخارجية والأمنية إلى جانب التنمية والهجرة وتغير المناخ هذا بكل الأحوال ما ذكره لنا موفدنا إلى إيطاليا قبل قليل بدر ولنغوص أكثر في التفاصيل ينظم إلينا من موسكو عبر الأقمار الصناعية سيد فاديم ماكارينكو كبير الباحثين في معهد الدراسات الشرقية في أكاديمية العلوم الروسية أهلا بك ومن واشنطن عبر تطبيق زوم سيد جوزيف بوسكو الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية سابقا ومسؤول ملف الصين في مكتب وزير الدفاع الأمريكي سابقا أهلا بكما سيد جوزيف أبدأ معك وتحديدا من الاتفاقيات الأمنية الجديدة أو الكبيرة الضخمة التي خرجت عن هذه القمة بين أوكرانيا وأمريكا من جهة وأوكرانيا وتوكيو من جهة أخرى أريد أن أفهم منك ماذا تتيح هذه الاتفاقيات لأوكرانيا عسكريا في حربها وهل يمكن أن تغير المعادلات على الأرض باعتقادك هناك وجهان لهذا الأمر أولا فيما يتعلق بتغيير أي أمر في الميدان في أوكرانيا لا ولكن على المدى القصير هذه الاتفاقات لن تغير الكثير حتى ولو تم الاتفاق على تسليم هذه الأسلحة الأمريكية التي قد تضرب بها أوكرانيا روسيا ومن الجهة الأخرى ما هي النتيجة على تفكير روسيا اليوم مما هذا الالتزام المتزايد من الغرب للوقوف في صف أوكرانيا للدفاع عنها ولمساعدتها في الدفاع عن نفسها في وجه روسيا وإذا ما كانت روسيا في هذا التفكير بأنها هي ليست فقط تواجه أوكرانيا ولكن الغرب في هذا النزاع إذن أظن أن هذا تطور بالغ الأهمية من ناحية هذا الالتزام الغربي لبرهن ذلك لروسيا ومفاد ذلك أننا لن نستسلم لن نتخلى عن أوكرانيا ونحن لن نسمح لروسيا بأن تتمكن في نهاية المطاف من أن تضع يدها على كامل أوكرانيا وتحتل البلد ولكن السؤال الكبير هو التالي هل سيؤثر ذلك على طريقة تفكير بوتين حيال الحرب وهو حتى الآن لا يزال يظن بأنه يمكنه الماضي قدما والتقدم في هذا الاعتداء وربما سيسأم وسيطعب الغرب في نهاية المطاف ويستسلم هو يعني يبدو أنه في دعم جديد على مستوى جديد من قبل الدول الغربية لأوكرانيا هل تراه روسيا تهديداً لها ولمعاركها وقواتها على جبهات القتال وإضعافاً لموقفها في هذه الحرب بشكل عام؟ سيد فديم هل تسمعوني؟ روسيا يجب أن تدرك أنها لا تحارب أوكرانيا فحسب وإنما الغرب بأسره وهذا واضح بشكل جليل للرئيس فلاديمير بوتين وهذا أيضاً يؤكد على أن هذه الحرب ليست مجرد حرب عادية وإنما هي مسألة حياة أو موت بالنسبة لروسيا ولا خيار آخر لتطور هذا السنان وغير الانتصار في هذه الحرب من ناحية أخرى العلاقة بين أوكرانيا والولايات المتحدة وتوقيع هذه الاتفاقية الأمنية وكذلك توقيع أوكرانيا الاتفاقية الأمنية مع اليابان هذه مثلها 15 اتفاقية أمنية وكل هذا يعني أنه على روسيا أن تتصرف بحزم وحزم على الجبهة الأوكرانية والانتصار في هذه المعركة وطالما لم يفهم الغرب أنه من الضرورية حل المشكلة الأوكرانية بالطرق السلمية وأن أخذ بعين الاعتبار الأمن القومي الروسي وأنه على سكان أوكرانيا أنه لا يمكن حل هذه المشكلة بدون الحلو السلمية وهذه الاتفاقيات الأمنية سوف تصعد الحرب وتطيل أمدها بدأ هذه الحرب روسيا سيد فديم لا روسيا لم تبدأ هذه الحرب الرئيس بوتين شدد مرارو متكرارا على أن هذه الحرب بدأت في عام 2014 وأن هذه الحرب بدأت قبل اندلاعها الاتفاقيات التي وقعتها الولايات المتحدة والبريطانيا واليابان تتحدث عن مثاق الأمم المتحدة والأمن الأوروبي وما إلى ذلك لكن هذه البلدان جميعها انتهكت كل مبادئ تطور الجيوسياسي في أوروبيا وانتهت كل المبادئ التي تضمن الأمن للقارة الأوروبية كل هذه المبادئ تم تجاوزها وتم ضرب بعرض الحائط للاستمرار في الهيئة المنتية على العالم وكل هذه تسببت في الوصول أذنني على المقاطعة لضيق الوقت نعم سأنتقل مما ذكرته لسيد جوزيف سيد جوزيف تابعنا قبل يومين وصول سفن روسية بينها غواصة نووية إلى كوبا الجزيرة التي شهدت على أزمة الصواريخ الكوبية في الستينيات بان الحرب الباردة هل يمكن النظر إلى هذه القمة اليوم على أنها نقطة تحول في الصراع الروسي الغربي والدخول في مرحلة جديدة طويلة الأمد قد تتشابه إلى حد كبير مع الحرب الباردة قد نذكر أننا تحدثنا بهذه المسألة للحرب الباردة في الماضي وأجبت عن هذا السؤال المطروح من قبالكم وقلت إننا نحن ويجب أن نتحدث دائما في ظل هذه التطورات سيد جوزيف إذن اليوم هذه الإشارات مع إرسال هذه الغواصة النووية إلى كوبا هذا جزء من سلوكيات روسيا التي تذكر بالحرب الباردة هذه إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية مفادها أننا لا نتفق على مبادئ التعايش في هذا العالم واليوم نحن على شفير حرب باردة جديدة أو حتى أسوأ من ذلك حرب أسلحة نووية إذن نعم هناك نقطة تحول مع هذه القمة ومفاد ذلك أنه كلما قامت روسيا بهذا التصرف بهذا السلوك وكلما رد الغرب بفعله وأيضا بالتذكير والتحذير من الحرب الباردة لأن ذلك سيكون عكسيا بالنسبة للعالم وذلك بسبب السياسات الاعتدائية والعدوانية لروسيا الآن نحن سنرى مدى استمرار هذه الحملة سيد فاديم مجموعة السبع توصلوا إلى اتفاق على تخصيص 50 مليار دولار لأوكرانيا عبر استخدام الأصول الروسية المجمدة وقالت أن هذا الأمر سيتم قبل نهاية هذا العام كيف سترد موسكو روسيا سوف ترد وبكل بساطة بمصادرة كل الأصول الغربية على أراضيها لأن الغرب كان قد استثمر الكثير من موارده في الاقتصاد الروسي وفي الأراضي الروسية وكان يحصل على أرباح قياسية وبالتالي فانا روسيا سوف تتصرف بالمثل ومصادرة الأملاك والأصول الغربية على أراضيها وكانت روسيا أيضا قد فرضت على أو ردت على الغرب بالمثل في حالات مختلفة وكذلك سوف تلاحق روسيا الغرب في المحاكم الدولية وقبل كل شيء سوف نذكر أن هذه الأموال سوف تمنح لأوكرانيا كقرض ونحن هنا علينا أن نذكر أن أوكرانيا قد وصلت إلى وضعية الإفلاس وهذه الأموال هي عملية ماكرة لخداع البرامنات الأوروبية والسكان الأوروبيين لسرقة واختلاسة هذه الأموال وأعطيها لدولة منهارة وهذه الأموال سوف تعطى إلى ما يشبه تقبل أسود وسوف تذهب هذه الأموال هباء منثورة وعندما يتحدثون عن أن الأموال الروسية استغلالها هذا طبعا الأمر غير واقعي طبعا يطول الحديث هناك الكثير من التطورات التي يجب الوقوف عندها لكن أشكرك الجزيل أشكر سيد فاديم مكارينكو كبير البحثين في معهد الدراسات الشرقية في أكاديميات العلوم الروسية وأطلب من سيد جوزيف بوسكو ضيفي من واشنطن أن يتفضل بالبقاء معنا